بسم الله، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم روى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام سنة أبيكم إبراهيم سنة أبيكم إبراهيم فقالوا فما لنا يا رسول الله فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة وضعافه بعض العلماء وهو من الأحاديث التي التي يتساهل فيه العلماء في روايتها في الفضائل يبين النبي عليه الصلاة والسلام فضل الأضحية وثواب المضحي بكل شعرة حسنة وسألوه ما هذه الأضاحي فقال سنة أبيكم إبراهيم أي الإنسان يتذكر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وطاعتهما لله عز وجل وصبرهما على طاعة الله عز وجل وتقديم محبة النفس ومحبة المال ومحبة الولد وتقديم محبة الله عز وجل على كل هذه الأمور وتقديم محبة الله عز وجل وطاعة الله على محبة النفس ومحبة المال ومحبة كل شيء فالإنسان يتذكر إبراهيم عليه السلام وهو يؤمر بذبح ابنه فينفذ ويصبر على ذلك وإسماعيل عليه السلام يصبر على ذلك أيضا ويقول لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فإذا أمر الله تعالى بأمر ينفذه المسلم إذا أمر بالصلاة فيصلي بالزكاة فيزكي بالجهاد في سبيل الله فيجاهد فهي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فالأضحي لها هذا المعنى وهي شعيرة عظيمة لا ينبغي لمن وسع الله تعالى عليه في المال أن يتركها والله تعالى أعلم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير